اه دي صورة مشهورة جدا لمريد السيكل سيل انيميا. اه بنوع عليها السيكل سيل ديسيز طبعا. اه اللي هي وجود قرح. زي ما شايفين القرحة واضحة جدا. المكان الايه اللي هو ملتهب ومكشوف من الجلد. اه يبقى دي ايه? الالسر. دي نقطة. ليج السر. نقطة تانية برضو في الشريحة دي المهمة اللي انا عايزكم تاخدوا بالكم منها اللي هو اللون بتاع ايه الجلد. ايه دي مسلا لو نقول ان دي القدم بتاعت ايه الشخص او السق. اه لو تلاحظ الدون بتاعنا بلاك. اه اللون البلاك ده ده معناها ان في بلات سبلاي قليل جدا في منطقة دي. نقول عليها اسكيميا. واحنا اخدنا الفكرة تاعت الاسكيميا ان السيكل سيل بتشد بتسد الايه العواعد دموية. ليه? لانها ما بتقدرش تحشر نفسها مش فليكسابول زي الايه النورمل. طبعا الاسكيميا دي لو زادت قوي يبقى زيادة الاسكيميا اللي هي النقص في بلات سبلاي يعني اسكيميا يعني نقص في بلات سبلاي. يبقى مع زيادة الاسكيميا بيحصل نقص شديد في بلات سبلاي يؤدي الى حاجة مشهورة جدا اسمها جانجارين. كنا اتكلمنا عليها قبل كده. الغرغرينة. طبعا الركل باللون ده بالسواد ده معناها ان حصل نيكروزيس. نيكروزيس يعني ايه? حصل ديس للخلاية تحت الجلد والخلاية لتحت الجلد. وممكن توصل للعظم كمان. طيب اه المشكلة في دي انها لو اه في سموم هتتجمع. السموم دي لو تتشرت في الجسم ممكن تعمل لي مشاكل في الجسم الكله. بنقول عليها الدوكسيميا سبتيسيميا لو حصل في كمان على المكان ده. طيب الحل بتاع الموضوع ده عشان نحافز على صحة البلاء ادم ده حاجة اسمها امبوتيشن. ايه عملية? العملية دي بعمل فيها ايه? بعمل فيها بتر. ليه الجزء ده? البتر في الجزء ده بيشلي الجزء اللي هو المصاب ده بالغرغرينة وبالقرح الشديدة ديك وبيحافزلي على بقية الجسم. لان لو حصل ان ان زي ما قلت لك انتشار لبقية الجسم ممكن المريض يموت من اه المشكلة بتاعة الايه اللي هي الجنجرين.